الدماغ بتاعت الشباب المصري ما عرفش أنا بسألك هتروح لا لا يومك بالعكس اللعبة في الدماغ واللعبة الشخصية المصرية مع الأزمة الاقتصادية معه معه دمش هيغير الشخصية شيء أكتر من المجاعة بتاعت المستنصر اتغير الشعب المصري ما اتغير هو اللي يقرأ التاريخ يتفاقل ويتطمن ولا يتشاهم ويعمل حسابه ويشيل القرش الأبيض ينفع في اليوم هقولك المستنصر ده كان قاعد في القصرين اللي هم مش فيه حتة اسمها بين القصرين في القاهرة طبعا قاعد في القصر الكبير القصر الكبير ده كان يوصل حتى اسمه من أسمي السلسية بين القصرين بين القصرين نعم آخر القصر الكبير باب اللي هو حاليا مكان مدفن الإمام الحسين تمام ده باب القصر اسمه باب الديلم أي شوف القصر بقى فين من عند تقريبا اسم الجمالية لغاية مدفن الحسين آه لغاية المقام لغاية المقام آه ما هو ده فنو تحت باب الديلم ده وبعدين نتعمل له المقام تمام القصر كله كان ببانه مطلية دهب المجاعة وصلت إلى درجة أن الناس كحتت الدهب اللي على البيبان بدوافرها آه في قصة شهيرة قوي عن واحدة ست كان معاها فلوس آه فبعتت الخادم بتاعها كان فيها عربية فيها شويلة أمحة لغاية ما الولد خد الشوال بألف دينار يا خبرة بيدك كان رقم ورع أيوة أي ألف دينار لغاية ما وصل به كان معاها حب قد كده آه الناس خطفت وقع على الأرض بقت الناس تلموا بالتراب حاجة يعني مشهد بشع آه راحت واخد حبة الأمحة وضحنتهم وخب زيدهم رغيف قد كده وراحت للمستنصر تقول له فيه عهدك ده بألف دينار وقفت له على البيان أيوة مش هتسدهي الأزمة دي خلصت فقد دي طبعا فيه ناس قالوا ولو إن ده مغالة فيه شوية إن الناس بدأت تاكل بعض ومش عارفة بكلام سيبك من ده ده صعب يعني صعب مع المصريين آه لكن بس الأبورة بس الأبورة مفيش في التاريخ الحد بس هما قالوا يعني المقريزي يقولك قالوا المقريزي يقول قالوا مقريزي آه إنما محدش أثبت بالدليل آه عنعنى يعني آه فبيستجير بمين بالبدر الجمالي آه مين المستنصر آه بعد السيد ما رحتله برغيف آه خلاص بقى هو بيته اتنهب بييجي بدر الجمالي ده يخش عليه القصر يلاقي القصر فاضي والراجل قاعد على سجادة مين الراجل القاعد على سجادة المستنصر نفسه بيته نهبو آه في ظرف ست شهور البلد بتتعدل خيالي ازاي 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 أقصد والناس كانت وصلة لهذه الحالة لأن السبب ما كانش جوع وما كانش قلة ميت فيضاء السبب كان فوضى فوضى عملها التلات أربع أنواع من العسكر آه بينهابوا الناس ويدربوهم وياخدوا اللي معاهم ويتخنقوا مع بعض آه وينهابوا بيوت الخلق حاجة فوضى قاتلة آه فالراجل بدر الجمالي جيه آه عمل مدبحتين كده على الماشي تمام في العسكر آه كله تربى نزل على الفلاحين قال لهم خمس سنين ازرعوا كله وبيعوا ما فيش ضرائب تمام ستة شهر البلد نورت واشتغلت والناس كلت آه ما فيها خير آه ازا هو ازاي يطلع لمين ازاي يطلع بالضبط فلما تقري تلاقي نفسك مش خايفة فيش حاجة تخوف على البلد اسوأ الظروف وعدت والناس رجعت وعملت وبانت وحربت يعني فيش اكتر من حملة فريزر والحملة الفرنسية اشتركوا في القناة